الأخيرة اللي أطلع منها من خلال أخبار الأهلي السؤال اللي بيتسئل دايماً في كل المؤتمرات الصحفية وبكرة احنا عارفين فيه مؤتمر صحفي للأهلي وللزمالك أتمنى من الزملاء الصحفيين السؤال التقليدي اللي بيتسئل كل مرة لمحمد الشناوي مين اللي هيلعب؟ أنت؟ ولا مصطفى شوير؟ نهدى شوية يا جماعة على السؤال ده لأن الأهلي أنا فاكر من سنة 2-3 كان دايماً بيتقالك الأهلي محتاج حرص مرة فكان دي الأسئلة اللي بتتسئل دايماً في المؤتمرات الصحفية فدلوقتي انت عندك 3 حراس مرمى على أعلى مستوى موجودين دلوقتي في الإمارات الشناوي مصطفى شوير وحمز علاء والتنين الأساسيين للمنتخب الوطني سواء الشناوي أو مصطفى شوير وحمز علاء كان حرص المنتخب الأولمبي فيتسئل سؤال تاني طب مين اللي هيلعب؟ الشناوي ولا شوير؟ الشناوي رد على السؤال ده مرة واثنين وثلاثة وتقالك قبل كده أصل الشناوي مش عايقوا الدكة طب ما المطش اللي فات كان مصطفى أساسي والشناوي جديل والمطش اللي جاي ممكن كله بيكون ليه وجهة نظر تانية أو ممكن ياسبت بنفس الشكل اللي معاه الشيء الإيجابي اللي ممكن نبنى عليه الشيء الإيجابي اللي ممكن نبنى عليه إن احنا عندنا حراس مرمى على أعلى مستوى أفضل حراس مرمى في مصر في النادي الأهلي الأساسي والاحتياطي في منتخبنا الوطني في النادي الأهلي حارس المنتخب الأولمبي في النادي الأهل ده شيء كويس جداً مين يده؟ مين ما يبدأش؟ بتبقى رؤية في الناس المرس الكولر وما فيش أزمة وبلاش الصناع أزمة يا جماعة يعني الأسئلة التقليدية في المؤتمرات الصحفية لما بتتسيل كتير خلاص الهدف من معناها ما بقاش موجود ببلغها أهدف تانية فأتمنى الناس شوية تغير شوية من ثلاثة الأسئلة وفي التفكير في الجزئيات دي اللي كان دايما كان السؤال التقليدي الأهل عايز حارس مرمة الأهل عايز حارس مرمة طب دلوقتي أنت عندك الحارس الأساسي والاحتياط اللي اتنين موجودين في منتخبنا الوطني إيه السؤال بقى اللي يتسيقل تاني في الجزئية دي